النسخ لا يعني الفهم حزب الشعب النمساوي بيتهم حزب الحرية بسرقة برنامجه الانتخابي خبرنا الثاني متعلق بكارني هاما وهربت كيكل بيقول أنه منظر مؤامرة كارني هاما يستبعد التحالف مع هربت كيكل بعد انتخابات النمسا وخبر الأخير فيما يتعلق بالانتخابات منظمة SOS متمنش تطلق حملة انتخابات دون اعتبار الجنسية النمساوية بدأنا من الأسبوع الماضي بعد إعلان الانتخابات الملصقات اللي عرضها كل حزب وعن أهم الموضوعات اللي بيتناولها كل حزب دلوقتي بنشوف فيه منوشات بين الأحزاب وبعضها أول حاجة قال أو حزب الشعب بيتهم حزب الحرية أنه سرق برنامجه الانتخابي من الحكومة وبدأ يعني بيناضل به أنه يدخل للانتخابات الجديدة نعم نعم على جانب آخر عندنا كارني هاما بيرفض تماما بعد نهاية الانتخابات لو كان فيه هناك ائتلاف أنه كل ائتلاف بين حزب الشعب وحزب الحرية وأخيرا طبعا المنظمة بتاعت ميت منش بتنتقد أن عدم وجود أعداد كبيرة وخاصة في النمسا حصلين على الجنسية النمساوية هيكون نسبة الانتخابات أو نسبة المصوطين ضعيفة وخاصة فيه بيننا شايف الموضوعات الثلاثة دول مرتبطين ببعضهم من أي ناحية طبعا ثلاث مواضيع استاذ مدوحة بانضحياتنا لعلك تحياتنا لزميع استاذ المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا في الأسبوع الخامس والثلاثين من العام الفين واربع وعشرين طبعا الانتخابات يا سيدي الكريم هي المرتبطة بالسلاس المواضيع يعني هي المسيطرة على كل الأحداث حاليا فينا نقول ولكن يعني في نوع من الهدوء حاليا هذا الأسبوع يعني بصراحة الأسبوع الخامس ما قبل الانتخابات خلينا نقول الماضي فعليا نحن إلى داخلية على الأسبوع الرابع فالثالث ثاني فالأول فبكون فالأسبوع الخامس فينا نقول فيه نوع من الهدوء إلى حد ما طبعا أهم موضوع أنه لما بلش بلش السيد يعني بالأحرى حزب الشعب من خلال من خلال سيد الشتوكر رئيس بالأحرى العمين العام للحزب قال أنه قال أنه حزب الحرية سرق برنامجه الانتخابي وقام بتشويهه يعني وقال له النسخ لا يعني الفهم فبالتالي بصراحة هذا الخبر فينا نقرأه بطريقة مغايرة يعني أنا أرى بصراحة كما كثير من القارئ والمتابع والمحلل والمراقب لبرنامج الانتخابي لحزبي الشعب والحرية صراحة هي مفردات منتسخة من بعضها بعضا وهم بشكل أو بآخر يعبروا عن بعضهم بعضا فما لا يتطرف به حزب الشعب يتطرف به حزب الحرية وما لا يتطرف به حرية بصراحة يأخذه حزب الشعب فبالتالي كلمة النسخ واللسق والسرقة بصراحة حتى ولو كانت صحيحة ولكن مع الأسف الشديد اليوم حزب الشعب يعني ليس ليس زو توجه عقلاني حقيقي ويحافظ على خطاب متوازن متوازن يحل بعض المشاكل الموجودة في النمسا خاصة المشكلة الاقتصادية المشكلة المتعلقة باللاجئين بالاندماج بما إلى ذلك صراحة لا يوجد حلول حقيقية قدمت يوجد تنظير يوجد سنفعل وسنقوم أنت كنت خمس سنين بالحكومة وما قدرتوا تفعلوا شيء فبالتالي بالنسبة لهذا الشأن بنقول نحن أنه فعليا يعني صراحة هو عبارة عن برنامج واحد ولكن تم نسخه وكتابته بشخصين أو بفردين فبالتالي كل واحد نسخه بطرقة مختلفة طب بس كارل نهامة هنا برضو بيوضح يمكن في نقاط معينة ايه هو اللي بتسعى له الحكومة أو بيسعى له الحزب بتاعه تحقيقه هو مهتم بموضوع الأطفال مهتم بموضوع اللاجئين المساعدات الاجتماعية عايز يعمل عملية تخفيض ضرائب يمكن ده ما شفناش النقاط مش واضحة جدا بالنسبة للحزب الحرية تتطفق معي أم تختلف يعني أكيد استاذ أمدوح يعني في شيء من هذا الكلام جدا ولكن بصراحة ما زالت حتى الآن الرؤية لم تتضح بشكل واضح بعد يعني اليوم يوجد إملاءات وتنظيرات بصراحة واستعراضات إعلامية يقوم بها كل رئيس حزب يعني خاصة الاستعراض الأخير الذي قدمه السيد كارل نيهامر في الأمس على قناة البول سفير والأوي في رتونسك أيضا بنفس الوقت كان يوجد له لقائين هامين يعني حسب التصريحات يقول بأن لا يرى امكانية تحالف مع زعيم حزب الحرية هيربت كيكل ووصفه بأنه منظر مؤامرة هاي الكلمة شو يعني منظر مؤامرة يعني يؤمن بنظرية المؤامرة يعني يوجد من يتآمر على الشعب يعني نحن نرى أن روسيا تتآمر على النمسا فهي النظريات فبالضبط فبالتالي دائما هاي نظرية من يؤمن بنظرية المؤامرة إن وجدت أم لم توجد هو من يحاول الهروب دائما منها الواقع يعني هل يوجد مشكلة روسية اليوم في أوروبا نعم يوجد مشكلة روسية في أوروبا هل تسببت هذه المشكلة بالعديد من المشاكل الأخرى نعم تسببت العديد من المشاكل الأخرى هل مشاكل اللاجئين متعلقة باللاجئين أنفسهم أبدا لا لأنه يوجد مشاكل لم تحل ويعمل على تأجيجها في الشرق الأوسط في سوريا في العراق في لبنان في هذه المناطق المأزومة من الإرهاب الإيراني لا أحد يعمل على حلها إضافة إلى تركيا طبعا لا أحد يهم حلها فبالتالي تتصدر هذه المشاكل من الشرق الأوسط إلى أوروبا ومن روسيا وأوكرانيا إلى أوروبا وهلما ذلك فبالتالي هذه هذه يعني ما فينا نقول هذه ليست مؤامرة وما فينا نقول هذه مؤامرة هذه مشكلة هذه مشكلة لها معالم واحد إثنان ثلاثة يوجد أطماع روسية في أوكرانيا يوجد احتلال إيراني للمنطقة العربية خاصة سوريا العراق لبنان غزة هذه مشاكل يجب العمل على حلها تقصد به موضوع ده وتعلقه باللاجئين بالضبط يعني بالضبط 100% فبالتالي هذه مشاكل موجودة لا أستطيع أن أشتكي من اللاجئين ومن قضايا اللجوء وفي مشكلة معلقة إن كان لي يد أو لم يكن لي يد بها ولكن يوجد مشكلة فبالتالي هذه هي نظريات المؤامرة خليني أخذك لموضوع منظمة متمنش المطالبة اللي بتطلب بيها إنه لازم يكون على الأقل هناك مجموعة من الأشخاص بتطالب إنه ما يكونش التصويت اللي يمساويين فقط ولكن اللي عايشين هل أنت معنا مضد؟ صحيح يعني صراحة منظمة SOS متمنش يعني كان لها مبادرة جيدة جدا يعني بهذه المبادرة موضوع أنه من لا يملك صوت يعني توصيه حق التصويت يعني هو طبعا هو شيء شكلي يعني بصراحة يتقولك مليون ونص شخص في سن الانتخاب ولا يحق لهم الانتخاب نعم هذا الكلام صحيح وعلى مستوى النمسا يوجد ما يصل إلى مليوني شخص لا يملكون الجنسية النمسا يعني عشرين وأكثر من عشرين بالمائة من سكان النمسا لا يملكون حق الانتخاب طبعا هي قامت بهذه المبادرة التي تحاول من خلالها تسليط الضوء على من لا يحملون الجنسية النمساوية وتقول أن هناك مشكلة مشكلة يجب العمل على حلها وبالتالي أن هناك مليون ونصف شخص غالبهم لربما يدفع الضرائب ويساهم في بناء النمسا ولكن لا يملكون قرارا سياسي يعني منظمة اسرع اسمت منش ماذا قالت سازم دوح؟ قالت لا يعني أنت لا تملك الجنسية النمساوية أن لا تملك حقا حقا في تقرير مستقبلقة السياسي يعني هي طالبت حتى من لا يملك الجنسية أن يكون له حق التصويت ياسدي بعد خمس سنوات مثلا من الإقامة في النمسا مثلا يجب أن تكون عندك حق التصويت بغض النظر أنت عندك جنسية ولا ما عندك جنسية لأنك أنت بيدوا حقية للتصويت في انتخابات المقاطعات واللي هما العمد للعمدة بس للأوروبي فقط للأوروبي فقط بالضبط أبناء الاتحاد الأوروبي فبالتالي وجهة شريحة كبيرة لا تحمل الجنسية النمساوية إن كانت من آسيا من الشرق الأوسط من الدول العربية من من لا تحمل الجنسية فبالتالي بيقول لك لازم يكون في آلية أنت كيف من أنت كيف يا حكومة أنك أنت بتاخدي حق هؤلاء الأشخاص وبتمنعيهم من التصويت هذا الشيء يناقد الديمقراطية ويناقد حقوق الإنسان ويناقد ويناقد يعني أسس أسس القرار السياسي التي هي حق من حق كل شخص بس أنا أعتقد الموضوع ده مستبعد لأن إذا أنت أعطيت الحق اللي موجودين عندك لازم يكون معاملة بالمسل للنمساوي اللي موجود في ألمانيا للنمساوي يا سيدي يعني هي الفكرة فقط تصليط الضوء على هذا المشكلة ولها ما لها عليهم عليها لازم يكون في حل على المستوى لاتحاد الأوروبي نعم